طبعا زي ما انتم عارفين في دولوفن كايرو شو انا وراغضة بنكمل بعض دايما فطبعا راغضة اتكلمت عن الفتنس مقدرش نتكلم عن الفتنس من غير الاكل فانا جاي ابوازلكو كل اللي احتقال ده دلوقتي عشان اقول لكو تالي اتخور معنا النهاردة وهو عن اول مرة في مصر هيكون في مهرجان السياحة والتزوق وهو مهرجان هي نشط السياحة الطعام الداخلي والخارجي عشان هيديك فرصة ان انت تروح تتفرج على اكلات من ثقافات مختلفة في واحد من اجمل الاماكن في مصر في برج القاهرة هنقدر نروح ندوق اكلات مختلفة وده هيكون على مدار 3 ايام من 23 ل 25 فبراير وهيكون في فود كورت كبيرة جدا هيقدر اي حد من خلال الويبسايت بتاعتهم او من الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك مهرجان السياحة والتزوق ان هو يساين اوب لو انت عايز مثلا لو انت عندك بيزنس اكل او اي ان كان عايز تليبتردانت الكولتشر بتاعك واو نايز تقدر تحجز ترابيضة هناك وتقدم الاكل بتاعك لأودينس كبير جدا تذكرت الدخول هتكون بحوالي 50 جنيه وتقدر تحجز المساحة زي ما قلت لك من خلال الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك وبرضو اي تفاصيل زيادة برضو هتلاقيهم على صفحتهم عن طرق الحجز واي مثلا الثقافات اللي هتكون معروضة هناك فانا الصراحة فودي جدا هتروحي اي يعني اه انا بجد حسن ان هو هيكون حلو قوي بزيت اللوكيشن حلو قوي يعني برج القاهرة انا مروحتوش بقالي يعني تع عشر تلات اخر سنة مروحتوش برج القاهرة فحسن ان هيبقى فورصة حلو قوي اكيد طبعا لو روحت هاخدكم معايا على الستوريز اكيد فستي توند وافي افودي دفينتلي قولولنا في الكومنت هل هتزوروا فعلا مهرجانسي حق تزوق برضو مش هيكون بس حاجة عادية لانه اول مرة في مصر اكيد يعني اول مرة في مصر فاكيد هيكون في حاجات كده اكلات فضيعة جدا وهيكون في كمان كومبتشن فلو انتو حابين مثلا تقولوا كومبتشن كوكين كومبتشن او انتو تعرفوا حد مثلا عنده موهبة الطبخ او كده دفينتلي دفينتلي قولولهم على الايبنت دي عشان ييبارتسيبيتوا وهيكون في جوائز كتير للناس اللي هتكسب الكمبتشن دي لا تسنو في الكومنت لو انتو هتروحوا وايه الثقافات اللي انتو حابين تدو اكل ليها مثلا انتو حابة تدو اكل من ثقافة ايها نفسك بصي هقولك الحاجة كده كده اكلت اكل مصري سوري لبناني هنزي كوري سيني اي تنك بنا عايز اكل حاجة جديدة مش عارفها ايه بس اكل ما اكلتوش يعني خالص صحيحتي ممكن ايه تايلاندي مثلا ماليزي اي تنك الجزء ده من العالم انا مأكلتش اكله ممكن لعتن امريكا كمان انا بحيب لعتن امريكا كمان انا ممكن الاكل بتاع لعتن امريكا ده يكون اثنتك يعني نفسي ادو اثنتك مثلا مكسيكين او لاتن امريكا مثلا سمعت بواردون حلوي بروبيان سمعت انه حلو جدا فده حاجة مسلا مجربنا هش هنا في مصر ينيه كل نسبي اسوشيت لاتن امريكا از حاجة جانرل بس هما اكتشلي كل بلد عندهم اكل مختلف فبردو شاركونا في التعليقات ونمو بقان للخبر اللي بعد ذي انا منقول الخبر اللي بعد ذي عايزين نفكركم انتو لو تتفرجوا معنا على الويب سايت فانتو بتشوفوا كل حاجة احنا بنتكلم عليها لو مش بتتفرجوا علينا على الويب سايت او اليوتيوب والفيسوك بتتفرجوا علينا على انستجرام ممكن تخشوا تشوفوا اللايب كله وتشوفوا الجرافيكس اللي احنا بنزلها لكم كل الصور اللي احنا بنكلم فيها وبنحكي لكم عنها تشوفوها على اليوتيوب الفيس بوك وكمان الويب سايت